قد ايه هتفرق مع اللعيبة يا أمير انهم النهاردة الفوز باقل أو خلاص يعني ازا مالك بطل الدوري رسميا النهاردة احسن ما كنا نستنى لبعد مباراة الاتحاد بكرة هتفرق ايه او هتفرق فيه بالتأكيد هبقى نازل من غير ضغط خلاص بقى المباراة بالنسبة لي هتبقى احتفالية التتوج باللقب عايز ان انا اسعد الجماعير لان طبعا بالتأكيد جماعيرها تبع حضرة نفسها تشوف فريقة اللي كان جاي طبعا مكانش في مخيلته سيناريو تعادل خسارة بيرامد زمان فيوتشر وكان مستني الحاسم في التسعين ديئة بين الزمالك والاتحاد السكندري بالتأكيد مباراة هتبقى مباراة جميلة ننتظرها من لعيب نادي الزمالك انهم يقدموا كل ما عندهم عشان يعني مش خلاص الزمالك مش محتاج جسبة احقيته باللقب ولكن اثبات يعني الاحتفال كمان بيبقى افضل واجمل وشكله افضل بتحقيق الفوز والانتصار بالتأكيد كان مشوار طويل وصعب على لعيبة نادي الزمالك كان فيه اجهات كبير كان فيه ضغط موريات كان فيه عقبات كبيرة في مشوار الفريق نحو التتويق باللقب بالتأكيد الحاسم النهاردة هيريح برضو الفريق بشكل كبير عندنا تحديات كبرى في الفترة اللي جاية عندنا بطولة السوبر المصري السعودي عندنا السوبر المصري في الامارات عندنا استكمال مشوار بطولة كأس مصر كل دي استحقاقات بتنتظر نادي الزمالك في الفترة اللي جاية بالتأكيد لما احسن بطولة الدوري خلاص يعني في الوقت الحالي بالتأكيد بتخفف عني الضغط وتخلي الجهاز الفاني يقدر يريح حتى العناصر الاساسية في المرحلة اللي جاية لكن بالتأكيد اللي احنا بنطوقعه نحن هنشوف مباراة تفالية جميلة ما بين الزمالك والاتحاد السكندري بعيد عن ضغوط بعيد عن يعني الشد والجزب النقطة والثلاث نقاط في مباراة الغد وان شاء الله نتمنى ان زمالك يتوج ويرفع درع الدوري يعني بتحقيق الفوز ايضا على الاتحاد جماهير الزمالك صبرت كتير اوي واستنت كتير اوي 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 شايف ان احتفالهم هيكون عامل ازاي بكرا يعني عملا تخيل كده الاحتفالات هتكون عاملة ازاي سواء من داخل الاستاد او في الشوارع دنيا شايف هتكون عاملة ازاي بكرا انا بقول لجميلة نادي زمالك افرح بفريقك افرح بالانجاز التاريخي اللي انت محققه بطولتين وراء بعض في الظروف ولا اصعب يمكن مع بداية الالفية الحالية وتحقيق ثلاث بطولات فيه اربع سنوات فيه اول اربع سنوات من الالفية الحالية كان فيه عندك جيل زهبي كان عندك فريق مميز كان عندك نجوم كبار انما طبعا مع كامل احترامنا ليه المجموعة الحالية من اللاعبين لكن انت بتلعب في الظروف مش الظروف استثنائية فبالتالي انت كمشجع نادي زمالك لما حد يحاولي قالل من فرحتك يقولك اصلا انا خدت الدور ده سنة كام يعني ما تلتفتش لأي حاجة من الحاجات دي يكفيك فخرا وشرفا ان انت حققت بطولة الدور دي بتنافس شريف بطولة في ظل وجود الفار وانا بشكر حتى نادي بيرامدز على التنافس القوي اللي خليها لغاية الأسبوع الأخيرة برضو فريق كبير فريق محترم فريق بيرامدز اللي في المركز الثاني حاليا واللي خلى شكل ليه المنافسة في المرحلة الحالية لان يستحقوا منكم الدعم في الفترة اللي جاية وطول الفترة اللي فاتت كان جمهير نادي الزمالك دعامة تستحق الفرحة اللي هي اللي تفرحها فعلا بطولة الدوري محدش يحد من فرحتك محدش يحاول يقلل من فرحتك من الانتصار اللي انت بتحققه لان ده انتصار مستحق بكل المقاييس وفرحة بانجاز حقيقي انجاز تاريخي اللي انت بتحققه في ظل الظروف الحالية نقطة مهمة جدا أنت ما تخليش حد يقلل من فرحتك لأنه هو فعلا انتصار مش عادي انتصار في ظروف استثنائية وصعبة جدا فيش فريق دي يقدر ولا فريق يقدر ولا جهاز فني ولا إدارة تقدر أن هي تتحدى كل الظروف اللي احنا قاعدين نحكي عليها دي ولكن مع ذلك كل الناس تحدوا ده علشان في الآخر نفرح بقى الدوري للموسم التاني على التوري